هذا اش سوه؟ سوه ما يلي انا من الناس في حينها لما انظلمت تذرم المخبر السري اتذكر هم اجوني الاخوة انت من المجاهدين وانت من انصار الله وانت من انت وانت واني باوا عليهم يا مجاهدين يا انصار الله انا ببالي فتشيه يدر مشتاق الفتشيه اريد اطلع للي اريد رح اشوف وهذا بستلمني يقرأني قرآن من الصبح لليل واني صافن عليه زين اقول له لا اخاف الدتشتش اقول له اخير شي نستقط ويوم دير استجم وطيته هدية هم وهدية رشوة حتى ينقل لي ويسموهم العلمانيين هذول اللي يدخلون لي انت هناك اذا تذكر اذا تحكي بالجقارة مو تذكر انت مرتد اذا طماطية وخيارة انت مرتد اذا تاكل بيضكين انت مرتد يعني من كل شي دكتورنا الكريم يكفروا هذا كان برعاية الامريكان الامريكان سبحوا لهم ان يمارس الارهاب باشد برعاية امريكية اسرائيلية منتظمة مدربين وتواطئكم من العراقية وتواطئ من بعض الجهات العراقية انا شاهد عيانها الى التاريخ سياسية طبعا طبعا سياسية ولا خماني وانت سياسية ولهذا المن كانت تجينا اللجان حقوق الانسان الامريكي ما يستقبلها من يروحون اللجان حقوق الانسان للسجن العراقية حتى من يسمحون ويشوفون اثار تعذيب وغيره ماكو والدليل الدكتور الدليل الاهم شوف من سجن بوكة كأنما ما احتراماتي للجامعات سجن بوكة كانت جامعة المركزية الكبرى لتخريج قيادات داعشية ارهابية علموهم شلون الذبح علموهم شلون النحر انت بحياتك الله يطول لك العمر وعمر الحج والحجية احنا سامعين قبل اكو ذبح ما سامعين نسمع السيف والقتال وانحنا من نحنا تشلنا جهال كل احد نلزم لعودة ونتحارب بيناتنا بس ما البشر تنومه وتنحر نحر هاي ما صايرة عندنا ولا سامعية